يمكن البطولات اللي فاتت سواء بطولة منطقة او السوبر المصري او قبلي دوري المرتبط كان كابتن طاري خيري بشكل كبير بيقيم المحترفة اللي كانت مع الفريق ولكن جيك قرار انت عندك اوبشن او عندك ميزة او عندك خيار ان انت ممكن تغير اللاعب المحترف في انتقالات يناير بالنسبة لاتحاد السلة او لايحة اتحاد السلة فكابتن طاري خيري استقر بيه الكلام انه يغير المحترفة وبالفعل النادي الاهلي تعاقد طبعا او اعلن كابتن خالد العودي مدير انشاط رياضي في النادي الاهلي المدير نشاط رياضي الدقو بالحقيقة اللي ما بيتواناش ابدا في اي 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 امور تخص الالعاب كلها اعلن في التعاقد عن شيء كايلي تدعيم الفريق الاول طيب كايلي كان بتلعب فيه كان بتلعب فيه سموحة وتم فسخ العقد بالتراضي لان سموحة ليهم رؤية اخرى ولكن تم التعاقد معها واكد طبعا كابتن خالد العودي انه انها جميع الاجراءات التعاقد مع كايلي لتدعيم فريق كرة السلة سيدات خلال باقي مباريات الموسم الحالي وحصد البطولات المتبقية من الموسم وضحا ان اللاعبة وقعت على عقود الانتقال الى صفوف الفريق في حضور اعضاء الجهاز الفني للفريق طبعا دي الصور اللي جبناها لحضركم واشار ان التعاقد مع اللاعبة جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني وده طبعا اللي جوه النادي الآن اللي نادي قاله الجهاز الفني يرفع للنشاط الرياضي النشاط الرياضي يبتدي يتحرك وينسك كل الاجراءات الادارية سواء مع مجلس الادارة بموافقات المطلوبة مكتب تنفيذي وايضا مع الاتحاد والجهات المعنية لتسجيل اللاعبة لفتل ان ذلك يأتي في اطار توجهات مجلس الادارة بقيادة كابتن محمود الخطيب طبعا لدعم كل الفرق الجمعية بشكل او اللاعب الاخرى بشكل جيد يعني يمكنها من المنافسات باريحية على كل البطولات وخلينا اقول لحضراتكم ان ده امر مهم جدا دعم مجلس الادارة مفيش حاجة هتتم بدون دعم مجلس الادارة طبعا يعني ده حاجة مفروغة ليه لان انت ممكن يبقى ليك طلبات مش بس مادية عايش تشارك في بطولات زي فريق السيدات لكرة اليد طلب ان يشارك في بطولات الكويت الودية مشارك مش بس مطالب مادية ولكن ايضا لازم تكون فيه مطالب اخرى فمجلس الادارة هنا بيقف بالكامل جانب الفريق او الفرق كلها بشكل يمكنهم من التنافس وحصد البطولات